السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا في عالم الكيمياء سأعرفكم اليوم على عائلة من العوائل المشهورة جدا في عالم الكيمياء وهي المجموعة الوظيفية سأعرفكم أولا على أول فرد من هذه العائلة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي معطاءة لقبوني أهلي بهذا الاسم لأني أحب العطاء دوما ومعروف عني أني صديقة في المراقبات الهيدروكربونية بمجرد أن أنسك بيدها أكسبها خواصة مميزة وأتفاعل أنا معها بالطريقة التي أتفاعل أنا بها يلقبونني دائما بالمجموعة الوظيفية السلام عليكم ورحمة الله أنا اسمي الهالوجين سأعرفكم على ابني الأول اسمه الهالوجين وهو كثير النشاط والحركة يتكون من عناصر المجموعة السابعة عشر على الرغم من أننا نمتلك نفس الوظيفة أنا وأبنائي إلا أننا نختلف في بعض الصفات فمثلا ابني هذا الهالوجين كثير النشاط والحركة ودوما ما يبعثر علينا المنزل أمي لماذا تقولين عني هكذا دائما أنا أعتقد أن الحياة تحتاج إلى أن تكون نشيطا في الحياة لكي تعيشها بالطريقة الصحيحة لذا أنا دائما أرثبت وأمسك بالإلكانات وأجعلها نشيطة وحيوية ما العيب والغلط في ذلك وفي بلادي بلاد الكيمياء كلما ارتبطت العناصر المختلفة بعضها ببعض كلما ازدادت قوة وترابطا على حكس البشر كلما ارتبطوا ببعضهم كلما ارتبطت العناصر المختلفة ببعضها كلما ازدادت مشاكلا واختلافات لذا عندما أنا أرتبط بالإلكان المختلف عني يزداد ترابطنا ونتصدى للعوامل الفيزيائية عندما نرتبط بالإلكان نتصدى للعوامل الفيزيائية المتجبرة مثل درجة الغليان تلك التي همها تفكيك المركبات وإبهادها عن بعضها البعض ولدي خطة استراتيجية للتصدي لدرجة الغليان وأمثالها كلما نزلت إلى الأسفل بالجدول الدوري كلما ازددت ترابطا بالإلكترونات البعيدة عني وبالتالي ازداد حجمي وازددت قوة نحن هالدات الألكيل أو الأريل يسموننا دوما في عالم البشر باسم الهالوجين الذي نرتبط به إضاف إليه هواء وينتهي بالألكان الذي ارتبطنا به نحن دوما نستعمل في المواد اللاصقة ونستعمل كمواد أولية كمواد أولية للتنظيف ونساعد الأمهات كثيرا في التنظيف نحن لا نستغني عن الأمهات فهم جنة الدنيا ولا غنى لنا عنهم أبدا والآن نلتقي بكم في عائلة أخرى من العوائل للمركبات الوظيفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته